بمناسبة الفوز النهاردة للاتحاد على الزمالك 2-1 المصري عنده فرصة كبيرة أنه يتقدم للمركز الثالث يمكن دلوقتي المصري 52 نقطة الزمالك 54 الزمالك متقدم بنقطتين لكن الاتحاد لسه ليه مباراتين مجموعةهم 6 نقاط فوزوا بالمباراتين يدخلوا المركز الثالث ويرجع الزمالك للمركز الرابع المصري كمان 3 مطشاة ده محمد مصطفى واضح أنه عايز المصري نقطة الثاني كمان الإسماعيلي 60 نقطة خلف الآلي البطل اللي حسم البطولة 79 نقطة معركة الهبوط تكاد تكون حسمت أو هي بالفعل حسمت بهبوط النصر ثم الرجاء النصر 19 نقطة الرجاء 25 وطنطة 26 ودي دجلة 30 أبعد شوية عن منطقة الخطر لكن يبدو السلاسي في المؤخرة فرص بقاهم في الدوري تكاد تكون منعدمة النهاردة المصري فاز على النصر 2 واحد الزمالك خسر من الاتحاد 2 واحد أيضا بكرة الجمعة المخصة مع الرجاء مصري عنده ثلاث مرشات عن الزمالك بتسع نقطة خلي بالك الإسماعيلي كده في المركز الثاني لا يهدده إلا المصري طبعاً يبقى الزمالك أقصى حاجة أنه يحتفظ بالمركز الثالث بشرط أن يخفق الإسماعيلي على الأقل في مبارتين هو السموحة 47 نقطة سموحة 47 نقطة بس لعب زي الزمالك طيب لا صعب وبيقل عن الزمالك بسبع نقاط لا لا صعب صعب يعني زمالك يتعادل ماتش ويخسر ماتشين السموح يكسب كل ماتشاته لا صعب إسماعيلي لو كسب ماتش واحد هيبقى ضمن المركز الثاني عن أي حد عن الزمالك وتابقى نتيجة المصري بعد كده